كل يوم في زيادة في سعر حاجة في مصر فلو كنا الأسبوع اللي فات بنتكلم معاكو عن زيادة في أسعار السكر زيادة في أسعار الأرز بتلاقي الرز فين وبكام النهاردة بنتكلم عن زيادة أسعار الدواء في زيادة لافتة الحقيقة للنظر لعدد كبير من الأدوية في مصر وخاصة حليب الأطفال بنتكلم عن لبن الأطفال لو نرجع بالذاكرة كده لألفين وستاشر لو تفتكروا كان فيه أزمة كبيرة جدا والأمهات خرجوا في الشوارع بيقولوا محتاجين لبن للأطفال اللي هو اللبن الصناعي وتم تعطيش السوق وبعدين نزل المنقذ الجيش المصري العظيم اللي ساب الحدود وساب سينة وساب الإرهاب وجي يبيع لبن الأطفال بل ويصنعه كمان ويعمل مصنع لإنتاج لبن الأطفال تعالوا نشوف كده إيه أخبار الدواء إيه الأدوية اللي بتزيد نشوف أول خبر معنا تظهر الصورة قدام حضراتكو على الشاشة لغلاء دواء السكر 50 جنيه زيادة على سعر دواء فورسيجا المستخدم لحالات مرضى السكر ده موقع القاهرة 24 طيب أخبار لبن الأطفال إيه؟ تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها موقع القاهرة 24 أيضا للمرة الثالثة خلال أشهر زيادة 18% على سعر لبن نستودين للأطفال طيب تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل تفاصيل أكتر عن الزيادة في أسعار الأدوية علاقة ده بخط الفقر بالحد الأدنى للأجور نشوف مع بعض غلاء الدواء يعمق أزمات المصريين ده العنوان العريض قاهرة 24 قالت وهو موقع مخابراتي أو قريب من المخابرات قال ارتفع سعر دواء فورسيجا إلى 50 جنيه ارتفع سعره من 333 ل383 جنيه وهو دواء هام لمرضى السكر السوق الدوائي شاهد زيادة في أسعار عدد كبير من الأدوية لبن الأطفال على سبيل المثال اللي اسمه نستودين ارتفع سعره بنسبة 18% يعني بقى بكام كان 89 جنيه وصل ل 105 جنيه الزيادة في لبن الأطفال بتعد هي زيادة ثالثة خلال أشهر قليلة ثلاث أشهر تقريبا دي زيادة الثالثة في فترة قريبة جدا طيب ايه كمان زيادة هي الثالثة زي ما قلنا وسعره كان قبل كده 59 جنيه طيب ندخل في نقطة تانية متعلقة بحد الفقر العالمي وفيه هنا مجموعة من الأرقام المهمة جدا حد الفقر العالمي ان الشخص دخله يكون 96 دولار شهريا جميل الحد الأدنى للأجور في مصر القطاع الخاص 98 دولار شهريا للأسرة والجنيه فقد أكتر من 57% من قيمته الحقيقة فالنسبة الحقيقية للفقر بتتجاوز 55% في مصر ده حسب خبراء اقتصاديين للعربي الجديد فالحقيقة احنا أمام مشكلة كبيرة أمام أزمة حقيقية متعلقة بزيادة أسعار ألبان الأطفال تحديدا وأسعار الأدوية بتاعة مرضى السكر السؤال اللي عايزة اختنبي الفقرة هنا هو مين المسؤول؟ يعني أنا الفقرة اللي فاتت نخلي الصورة زي ما هي الفقرة اللي فاتت كنت بكلمك على التلوث اللي أصلا بيجيب أمراض زي التهاب رأوي زي الربو زي التلايوف في الرئة زي سرطان الرئة طيب الناس دول بيأخدوا دواء فنيجي النهاردة تليدنا أن نتكلم عن ارتفاع أسعار الدواء مثلا بتاع السكر وبتاع البن الأطفال بكرة هتلاقي أدوية السرطان هتلاقي أدوية التهاب الرأوي هتلاقي أدوية الربو هتلاقي البخخات اللي بيأخدوها هتلاقيها بتزيد طيب أنت في الأول ما هو أنت الحكومة المسؤولة عن المجمع بتاعة التكسير الهايدروجيني اللي في شرق قاهرة وانت الحكومة المسؤولة عن التحكم في أسعار الدور فانت اللي لابس الأولى وانت اللي لابس التانية فنيجي الساعة التانية في الاتصالات اقول مثلا من المسؤول عن زيارة الأسعار او من المسؤول عن التلوث فحد يقول لي الناس اللي ركب عربيات ومش عارف ايه او مثلا واحد دايما بيبعث يقولك الناس اللي قاعدة في البيت ما بتشتغلش وتتفرج عليك وفي مكملي فيا عزيزي يعني شغل عقلك شوية شغل عقلك وفكر مين اللي عمل مصانع التكسير الهيدروجيني الحكومة مين اللي سبب ان الناس يجي لها امراض رابو وسرطان رئة ومش عارف مين الحكومة طيب مين في الفقرة دي السبب في ارتفاع أسعار الدور الأزمة العالمية وحرب روسيا وإوكرانية دي كده مش هتشغل عقلك كده هتفكر كأنك أحمد موسى لكن احنا هنا مش أحمد موسى احنا هنا آخر كلام مع عسامة جويش فهنا اللي بتفرج بيشغل عقله فلما تشغل عقلك هتكتشف باختصار شديد جدا أن المسؤول عن الفقرة اللي فاتت بتاعت التلوث والمسؤول عن ارتفاع الأسعار هو نظام عبد الفتاح السيسي